المعاناة في اليمن لا يمكن تخيلها هذا ما قالتهم منظمة العفو الدولية وصفة الوضع في اليمن بعد أربع سنوات من تدخل التحالف تقرير صدر اليوم عن المنظمة تقول فيه إنها وعلى مدى أربعة أعوام وثقت جرائم مروعة ارتكبت بحق المدنيين في البلاد من قبل ميليشيا الحوثي وحلفائها من جهة والقوات الحكومية والتحالف من جهة أخرى الجرائم تنوعت بين هجمات عشوائية تسببت بمقتل آلاف المدنيين واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري تقول مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن الوضع الإنساني المؤلم يتفاقم جراءها يوميا ما يتطلب وضع حد لها هو محاسبة المسؤولين عنها خاصة وأن آثارها الإنسانية الكارثية لم يعد بإمكان اليمنيين تحملها بعد تحول اليمن لساحة صراع مصالح إقليمية ودولية تتزايد المخاوف من أن لا نهاية مرتقبا للحرب ومن إفلات مرتكب جرائم الحرب والمنتهكين من العقاب ما يدفع بالمنظمات الإنسانية لمطالبة الدول الغربية بتعليق تجارة الأسلحة مع دول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عشرات الغارات التي أسفرت عن مجازر وأدلة دمغة على أن أسلحة دول التحالف قد استخدمت في ارتكاب جرائم حرب ناهيك عن استمرار تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي فضلاً عما تصنعه محلياً من متفجرات وألغام وألاف الضحايا والكثير من الدمار يقابله غياب أي جهود حقيقية لوقف المعاناة أو لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا فأي الكفتين ترجح؟ أرباح مبيعات الأسلحة؟ أم ملايين اليمنيين وحقهم في الحياة؟